كما حذر الرئيس سيسي المواطنين من الشائعات التي يراوج لها البعض مشيرا إلى أن الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كما كبيرا من الشائعات من فضلكم انتبهوا جدا لأن طبعا في الفترة دي ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا ما هو انتبهوا أنتوا اللي وقفين دلوقتي يا مصريين مش عايزة ديت في الكلام كتير لكن المفكرين والمثقفين والإعلام واضح المهمة بالنسبة له وواضح الخطر بالنسبة له عملية الكذب زي ما بقول كده والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات ليس لها والله أساس من الصحة